السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله سلام الله عليكم اخواني متابعي قناة دروس تقني المعلومات مرحبا بكم سعيد جدا بلقائكم تواصل معكم مرة اخرى في هذه الحلقة الجديدة من حلقات حلقتنا ما احب ان تقصم معكم في هذه الحلقة وهو طريقة مشاهدة افضل واجمل مواقع السياحية في العالم حول العالم فقط من خلال الهاتف الخاص بك وانت تجلس في منزلك لا تتحرك ابدا كل ذلك سيمكنك منه سيمكنك من هذا التطبيق جوجل فيو من انتش شركة جوجل طبعا طبعا يكفي ان تكون متصلة بالانترنت عندما تفتح هذا التطبيق تظهر لك خريطة خريطة العالم سأقوم بتصيرها طبعا هذه هي خريطة العالم ستتجه الى اي مدينة او اي موقع او اي منطقة تحب معرفة بعض الامور حولها سأذهب مثلا هنا الى كندا سأقوم بالذهاب الى اي مدينة معروفة او حتى غير معروفة سأقوم بتكبير الشاشة حتى تضح المدن لاحظوا وتضغط على البحث في هذه المنطقة هنا في الاعلى موجودة هنا ستبدأ النتائج في الظهور اهم المعالم السياحية الموجودة في هذه المنطقة ستجدها هنا عندما تريد مشاهدة اي معلم من هذه المعالم مثلا هذه تضغط اولا تعطيك اين توجد في الخريطة ثم تمكنك من مشاهدتها بامتداد 360 درجة بمعنى من كل الجوانب لاحظوا سأقوم بتدوير او بتحريك اسبوعي على شاشة الجهاز طبعا كلما كانت الانترنت قوية الا وتمكنت من رؤية الصورة بشكل اوضح اذا هذه المنطقة الآن لاحظوا اقوم بالتجول فيها بطريقة حرة وكاملة بامتداد 360 درجة اعود الى الخلف اختار مثلا معلم سياحي اخر موجود في هذه المنطقة مثلا هذا الفندق اذا انتظر حتى يتذهب هذه الاشكال الضبابية الناتجة عن ضع صورة الانترنت هنا وابدأ بتدوير لمشاهدة هذه الغرفة كيف هي في هذا الفندق اذا هذا نموذج من الفنادق الموجودة في هذه المنطقة يمكنك تلو عليها بهذه الطريقة ربما هنا كذلك شكل اخر او معلم سياحي اخر يمكنك مشاهدته اذا هذه غرفة اخرى ربما بها ادوات ريادية وكل ما يمكن ان يحتاجه الانسان في عطلة ما اذا بهذه الطريقة التي اتقصى معكم يمكن مشاهدة يمكن كذلك تغيير المنطقة ساذهب الى مكان اخر ساذهب من كندا مثلا الى اوروبا الى اي دولة من دول او حتى الى المغرب مثلا ساتجه الى المغرب ساتجه مثلا الى مدينة الدار البيضاء هكذا واضغط البحث في هذا الموقع ستبدأ النتائج بالظهور ان هذه اهم المعالم السياحي الموجودة بمدينة الدار البيضاء هذا اكثر معلم سياحي وديني معروف هناك وهو مسجد حسن الثاني بمدينة الدار البيضاء يمكنك مشاهدته بهذه الطريقة هذه صومعة المسجد على الاقل يمكنك اخذ فكرة عن هذه المناطق التي ربما تنوي زيارتها او معرفة بعض المعلومات الخاصة بها وهكذا دواليك في باقي المناطق في العالم الجميل في هذا الطبيق انه يمكنك من الدخول الى اي دولة في العالم و الى اي مدينة دون طلب اي جواز للسفر كان ذلك كل ما احبت ان اتقاسم معكم اي والاخوة في هذه الحلقة ارجو ان يكون ذلك مفيدا لكم اذا ما اشتعوا كذلك لا تبخل بالضغط على لايك او شمع اسفل الفيديو تقاسم الحلقة مع الاصدقاء الزملاء احتتعهم الفائدة واستفيد الجميع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة